اشتركوا في القناة من جهته قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني بأن لا قيمة لأي مشاورات بشأن الأسرى والمخطفين ما لم يكن محمد قحطان على أولوية أو على رأس من سيتم الإفراج عنهم في هذه الحلقة نناقش ما طبيعت هذه المشاورات ولماذا وافقت الأمم المتحدة على السئناف المشاورات بالرغم من تنصر الحوثين من الاتفاق السابق والذي قضى بتبادل زيارات السجون بين الحكومة والميليشيا الحوثية وناقشوا هذه التساولات وغيرها مع ضيفنا في السيديو العقيد أحمد الأشوى العرض لجنة الأسرى والمخطفين وحييك أستاذ أحمد معنا في حديث العاشرة هياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتحياتي لطاقم جناس سهيل وأيضا للمشاهدين المتابعين أهلا وسهلا إذن اسمح لي قبل أن نبدأ النقاش نشاهد سويا مشاهدين الكرام هذا التقرير لا قيمة لأي لقاءات بشأن المخططفين ما لم تنجح ابتداء في إطلاق قحطان عدارة لم تكن تعبيرا فرديا أو حزبيا على لسان الأستاذ عدنان العديني بل هي تعبير عن النبض الفعلي للمجتمع اليمني فاليمنيون بمختلف توجهاتهم باتت قضية قحطان بالنسبة لهم مقياسا لمدى الجدية في التعاطي مع ملف المخططفين خصوصا في ظل تعنت الميليشيا التي اختطفته من منزله وغيبته قصريا لسنوات وحرمت أسرته حتى من حق الإطمئنان عليه وفقا لرئيس اللجنة الإشرافية الحكومية المكلفة بالتفاوض في ملف الأسرة مع ميليشيا الحوثي هادي هيج فإن الجانب الحكومي لن يقبل بنتائج أي مشاورات أو مفاوضات قبل أن يكون السياسي قحطان حرا طليقا بكامل حريته إذا تعالت الأصوات المطالبة بوجوب أن تفضي كل مشاورات أو مفاوضات إلى إطلاق الكل مقابل الكل وأن يكون يطلق السياسي الإنسان محمد قحطان معيار المصداقية في قضية المختطفين من قبل ميليشيا إيران دون تعنت في ملف إنساني لا يسعى لتسييسه سوى المنسلخين من الإنسانية هل سيتلو رفع الصوت التوقف عن تقديم التنازلات للميليشيا حال استمرارها في المراوغات التي تعلمتها من إيران أم سيذهب الجانب الحكومي مرة تلو الأخرى نحو جولات تتعمد الميليشيا ألا تفضي الانتصار حقيقي لحقوق الإنسان شكرا للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير أبدأ النقاش مع ضيفنا العقيد أحمد الأشهر العضو لجنة الأسراء والمختطفين انطلاق جولة جديدة من المشاورات طبعا المشاورات وليست مفاوضات في العاصمة الأردنية عمان نتحدث ما طبعت هذه المشاورات في هذه الجولة بين وفدين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بشأن الأسراء والمختطفين هناك تركيز حول ما يتعلق بالمخفيين قسرا حياكم الله جميعا في البداية أود أن أقيد على نقطتين هامتين النقطة الأولى الفريق الحكومي واللجنة المكلفة بهذا الملف حريصين كثير وحريصين جدا على الإنجاح ونتمنى كما يتمنوا هم وكما جاء وبدأت في التصريح بالأخ ماجد فضائل أن تكون ناجحة وأيضا الفريق الحكومي والشرعية عموما ومن معها قدموا تنازلات كثيرة وتماهوا كثير في كل الملفات المتعلقة بالحرب وليس بهذا الملف فقط من أجل مصلحة المواطن اليمني عموما لأن الشرعية تنظر للمواطن اليمني أنه مسؤوليتها سواء الذي في الأماكن أو مناطق المحررة أو التي ما زالت ترزح تحت سلطة الميليشية الإنقلابية الإجرامية الإرهابية الحوثية ولذلك نرحب وترحب اللجنة بأي تقارب في هذا الملف أو في غيره النقطة الثانية أنه للأسف الشديد في كل الحروب وفي كل دول العالم يناقش هو الناس مسألة الأسرع وكيف يتم تبادل أسير مقابل أسير إلا عند الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية اسمها معتقل ومختطف ويوازي أو يقارن الأسير الذي أسر في معركة مقابل ذلك المعتقل المختطف صاحب القلم صاحب البدلة الرسمية صاحب المسجد صاحب البيت صاحب المتجر صاحب أي مواطن كما تعتقد أنه له علاقة بالشرعية هذا عدو لها أي ما كان ولذلك ظهر عندها ما يسمى بالمعتقلين بل بالمخفيين قسرا الذي فيه عدد لا يستهام به لم يعرف الآن أين مكانهم وأينهم وما حالهم وعلى رأسهم ذلك الرجل المناظر رجل الدولة رجل الحوار رجل المواطنة المتساوية التي كان دائما ينشدها والعدالة والحرية والشورى الأستاذ محمد قحطان فهذه من عجائب وغرائب الدنيا التي ابتكرتها هذه الميليشيات الإجرامية الحوثية الإنقلابية ولذلك الناس ماشين في هذا الاتجاه يأملون المضي في هذا الجانب وهو الإنجاح لكن يبدو والله أعلم دائما وهم إلى الآن لم يفصحوا حتى مجرد الإفصاح عن الأستاذ محمد قحطان فيبدو أنهم يريدون أن يتوهوا الناس بهذا الملف ونسأل الله أن يكون العاقبة خير نعم لم يفصحوا برأيك أسباب إصرار وتعنت الميليشيات الحوثية بعدم الإفصاح أو الكشف مصير الأستاذ محمد قحطان أين هو؟ ما هي المعلومات حوله؟ والله يا أخينا بوجهة نظرية ليس إلا ابتزاز من ناحيته ابتزاز سياسي وابتزاز مجتمعي الابتزاز السياسي فيما يخص الجانب في حق الشرعية وفي حق الحزب الذي ينتمي إليها الأستاذ محمد قحطان وفي حق المجتمع الدولي أيضا ولأنه من ضمن الأربع هذه فيه مقرار أممي وتم الإفراج عن ثلاثة إلا هو حتى الإفصاح لم يحدث هذا الدليل على أنهم يريدون أن يمارسوا فيها الابتزاز السياسي الابتزاز المجتمعي عبارة عن ضغوط مجتمعية يريدون سواء كانت الحالات النفسية لأسرته والمتعلقية أو المجتمعي المجتمع اليمني عمم الذي كان يحب هذا الرجل وينظر إليه أنه رجل حوار ورجل دولة فهذا هو أبرز أو ما يمكن أن نقوله هو ابتزاز سياسي وابتزاز مجتمعي وكما هي عادة هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية الحوثية هذه هي عادتها ويريد أن يجعله كذلك أيضا من حيث المسمى الآن لما يدور في عمان يسمى مشاورات وليست مفاوضات مشاورات تعالي نتحاور كيف نتحاور تعالي نتحاور كيف نتحاور يعني مغالطة ويريدوا كما يظنون بيستفيدوا من الوقت لأشياء هم ينظرون إليها وهي تصب في مصلحة الارتهان للخارج وليس في مصلحة المواطن اليمني حتى الذين يم فيه ما زالوا يرزحون تحت حكمهم والعام هذه المشاورات تأتي برعاية المكتب الخاص لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أيضا برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونتحدث عن مشاورات ما الذي يلفت والله لا فت دعوني أقولها لك بصراحة الدليل على أن هناك كماهي دولي بالفعل يعني وإلا هي قادر سواء مكتب الأمم المتحدة أو حتى النظام الذي يدعم الأمم المتحدة وحتى إذا يسمى الإشراف الدولي على هذه المفاوضة وعلى ملف اليمن ومقادرين يبغطوه على الحوثي ويقولون له افصح عن هذا الرجل أو أخرجه كما أخرجت البقية يعني ليش لا عايح نبو عند هذا يعني القرار الأممي والقرار الدولي ما استطاع يضغط على الحوثي للإفصح مش للإخراج يعني للإفصح عن وضعه وحالته وأين هو وكيف هو يعني وصل بهم الحال يا أخي لأنهم يقولون نطلب كذا كذا أسير لمجرد الإفصح في أي نظام هذا نعم فيما يتعلق بهذه المشاورات هناك تساؤل يطرحوا مراقبون كثر لماذا يعني الأمم المتحدة توافق على السناف هذه المشاورات بالرغم من أن الحوثيين تنصلوا من الاتفاق السابق الذي قضى بتبادل الزيارات للسجون بين الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثية رغم أن الشرعية عبر الرجل المخصصة والمكلفة بهذا الملف أبلغت الحوثي على أنها على استعتاد تام لتنفيذ هذا الاتفاق بشرط أن يبدأ بالأستاذ محمود قحطان فرفضوا وتعرقلت لماذا رفض الحوثيون كما ذكرت لك ليمارسوا الابتزاز السياسي والابتزاز المجتمعي ليشكلوا من نجة نظرهم ضغط حتى على الدول الرائعة للأسف الشديد وأنا آمل وعبر هذه الحلقة وقناتكم العالمية وأنا على يقين أن هذا الصوت سيصل إلى من ينبغي أن يصل إليه أن يبغطوا على الحوثي باعتباره معرقل للإفصاح عن الأستاذ محمود قحطان للمفاوضات والبداية من حيث انتهى الناس في المفاوضات السابقة نعم طيب نتحدث عن التعنت الحوثي في السمرار المختضفين في مقدمة القيادة محمود قحطان إذا ما استمر ذلك يعني هل سيدفع ذلك الجانب الحكومي لتعليق المفاوضات مع الحوثيين وألا يفترض ذلك؟ يعتبر معلد لأنه لا يمكن مخالفين للإتفاقات الدولية المثل بالقرار الأممي ومخالفين للإتفاقات التي وقعت وتم عليها الصفقة الماضية ومخالفين للإتزامات التي تمت على أنه هو الاستئناف الكل مقابل الكل فإذا لم يتم هذا فوقته بالضرورة يعتبر تعليق ويعتبر عرقلة ويعتبر عدم رغبتهم وجديتهم في هذا الملف وللأسف الشديد الحوثي يتعامل مع هذا الملف تعامل سياسي أمني بحت وليس إنساني ودليل ذلك أنه كل من خرج في الصفقة الماضية لم يخرج إلى بيت معظمهم إلا إلى المستشفيات والرعاية الصحية مع أن أكثر من شخص ما استطاعوا حتى يقيموا هنا وخرجوا للخارج يتعالجون لجراء الوضع الإنساني كانوا عايشين فيه ومعظم المحررين أستطيع أقول أكثر من ثمانية وتسعين في المئة من من تم تحريرهم في الصفقة الماضية خضعوا لأكثر من ثلاث وأربع عمليات فهم يتعاملون مع هذا الملف تعامل سياسي أمني وليس إنساني نعم طيب اسفح لي عقيد أحمد نشرك معنا في النقاش الصحفية الحقوقي هشام طرموم وحييك أستاذ هشام معنا في حديث العاشرة ما قيمت أي لقاءات أو مشاورات ما لم تنجح أولا فيما يتعلق بالكشف عن مصير القيادي الأستاذ محمد قحطان والمخفيين قسرا أيضا حقيقة أصبحت المفاوضات نجاحها وفشلها مرتبط بمحمد قحطان أصبح محمد قحطان والمخفيين هم قياس لنجاح هذه المفاوضات فأي مفاوضات تفضي إلى الكشف عن مصير المختطفين المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان فهذه المشاورات غير ناجحة لأنه أصبح أصلا الآن ارتباط الملف نجاح الملف بمصير محمد قحطان ومصير المخفيين مجيء الحكومة إذا هذه المفاوضات وذهاب الحكومة إذا هذه المفاوضات يعتبر تراجع خاصة وأنه سبق وأن أكد الناطق الرسمي باسم الوفد الوطني المفاوض الأستاذ ماجد فضائل أنه لن يتم الذهاب إلى أي مشاورات أو مفاوضات إلا بعد الكشف عن مصير محمد قحطان وهذا كان متفق عليه إلا أننا تفاجعنا أن الوفد الوطني يوافق على الذهاب إلى هذه المفاوضات وهذا تنازل قدمته الحكومة الشرعية لكن يجب أن يتم تدارك هذا التنازل من خلال الضغط على هذه الميليشيات في الكشف عن مصير الأستاذ محمد قحطان ومطالبة الأمم المتحدة بالضغط على هذه الميليشيات بكشف مصير كل المخفيين وزيارة السجون وفي مقدمة هذا السجن سجن الأمر والمخابرات التي تختطف فيه الكثير من المخفيين قسريا نعم السؤال المكرور كما يقال أسباب إصرار الميليشيات الحوثية فيما يتعلق بمصير الأستاذ محمد قحطان ما يتعلق بتعنوة ميليشيات الحوثي في ملف الأستاذ محمد قحطان هي منذ اللحظات الأولى لبدء التفاوض وكان حينها تفاوض محلي غير دولي قبل أن ينتقل التفاوض وقبل أن ينتقل إلى إشراف العمم المتحدة عرقلت الميليشيات الحوثية صفقات تبادل كان قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على الكل مقابل الكل لكن الوفد الحوثي حينها استأذن بالرجوع إلى قيادة الميليشيات ولكنه عاد بأنه يرفض إخراج محمد قحطان طبعا محمد قحطان هو سياسي بارز والميليشيات الحوثية جاءت لنصف العملية السياسية فاستمرارها في اعتقال أو اختطاف الأستاذ محمد قحطان هي محاولات لإنهاء العملية السياسية المفترض إذا كان هذه الميليشيات تريد إحياء العملية السياسية أو إحياء التفاوض كان المفترض أن يتم إطلاق الأستاذ محمد قحطان من اللحظات الأولى للتفاوض شكرا جزيلا للصحفي الحقوق هشام طرموم وأعود إلى ضيفنا في الأستاذ العقيد أحمد الأشول عضو لجنة الأسرة والمختطفين أستاذ عقيد أحمد دعني أحدثك في الوقت الذي تتزامن فيه هذه المشاورات في عمان أن تقوم الميليشيات الحوثية كما تؤكد مصادر حقوقية بنقل 24 مختطفا بينهم أطفال لا يتجاوزون الرابعة عشرة يعني من سجون مختلفة في محافظة إب إلى صنعاء في الوقت الذي تتم فيه هذه المشاورات يا أخي أنا استغربوا كيف لو ما أنتم تستغربوا على الميليشيات الحوثية أنا استغرب على الذي بيستغرب أصلا هذا هو الأصل في حقهم كانت الأيام الماضية في الصفقة الذي تمت الأخيرة الناس بيوقعوا الاتفاك في مكان الذي تم فيه التفاوض والاتفاك وهم يخفون أكثر من 14 شخص وما زالوا مخفيين إلى الآن ويعذبونهم إلى الآن مخفيين عن أهلهم وعن المسؤولين الذين يتابعوا بعدهم لا نعلم حالهم فهم أصلا يعني شوف أنا أقول يعني حينما تستغرب شيء من وجوع الحوثية أن يقع فيه فيما تستغرب من إبليس أنه يقوي الناس هذا أصلا صلاح ديدنهم يعني إن شئت أن تقول كل القبايح للأسف الشديد ونأسف أن يقوم في صنف من اليمنيين نصف بهذا وهي الميليشيات الحوثية الإجرامية الإنقلابية يتصف بالقبح واللؤم في التعامل اللا إنساني مع الإنسان اليمني سواء كان مخارج اعتقالهم أو اختطفهم أو داخلهم فحينما تقول إنقلوا عاقبوا في ظل الاتفاقات وما أصلا لأنهم يعلمون أن هناك تماهي ويعلمون أنه خاصة في هذا الملف ما يجدوا كما يقولون من يقولهم أبح أو يأخذ على يديهم من باب الاتفاقات الدولية ومن باب إعادة الهيئة الهيبة للمؤسسات الدولية ولا يجدوا أحد وتجد ميليشيات تخرج عن هذه الهيبة وتتقاعس دليل على أن هناك في تماهي فعلا وإلا هذا هو طبعهم وديدنهم نعم أيضا يتحدث مراقبوا أنه ثمت مكمن خلل فيما يتعلق بالمشاورات والمفاوضات المتعلقة بالأسرى دائما يعني رفض الميليشيات الحوثية لصفقة الكل مقابل الكل وبالتالي إنهاء هذا الملف الإنساني ومن ثم يعني النقاش أو التفاوض أو التشاور حول ملفات أخرى باعتبار الملف الإنساني مقدمة لملفات أخرى يعني إصرار الميليشيات على رفض صفقة الكل مقابل الكل لماذا ترفض الميليشيات؟ كما ذكرت لك لأنها تعاملت مع الملف تعامل سياسي أمني وليس إنساني كأن نفسها الملف الاقتصادي وافقت الحكومة على فتح مطار على فتح حديدة على فتح كذا على إعطائهم بعض الامتيازات رأفة بالمواطن الذي ما زال يرجح تحت في أماكن سيطرتهم وصرف المرتبات وإلى لا لم يحدث وفي نفس الخبر في هذا الملف ملف الأسراء والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا أرادوا الناس أن يتماهوا أن يجدوا بعض التنازلات في مصلحة المواطن اليمني ولإنها هذه المعاناة الإنسانية ولكن بذلة الشرعية كل هذا كما ذكرت لك ولكن لم يجدوا أي تجاوب وإلا كان الأصل مثل ما ذكرت أن أن يحدث أو ينفذ الاتفاق الذي مشاء تدريجيا ابتداء من اللقاءات القبل الماضية وكل الاتفاقات تنص على أنه الأصل في هذه المرحلة وفي ما يتسمى مشاورات عما بدل ما هي مشاورات إلى مفاوضات لإنهاء الملف الإنساني هذا الشائق والملف الإنساني البحث الذي يمرس فيها الظلم من قبل هذه الميليشيات إلى إنهائه ومقابل للكل وينتهي هذا الملف نهائيا ويبدأ الناس في ملفات متعلقة بالحرب أخرى وتنتهي هذه المعاناة الإنسانية نعم طيب يعني عدم استجابة الميليشية الحوثية لمطالب سابقة من الحكومة في مقدمتها السماح بزلالة قحطان يعني بما نفسر ذلك؟ نفسره على أنها لا تبالي بمعاناة أي مواطن حتى بالنسبة الذي قاتلوا معها وهذا ما نتقول عنه حتى الذي بذلوا أرواحهم وفلذة أكبادهم من أجل هذه الفئة الإجرامية الإنقلابية الحوثية لا تأبه ولا تبالي وإن لا ينبغي أن يكون عندها حرص أقل شيء تدخل السرور على أسرهم تفك الأسراء التي نحن نبذلهم يعني رغم أنه قاتل وسفك وعتداء على النظام والشرعية وقاتل اليمنيين وعمل كل ورغم هذا كلها الشريعية تقول خذوهم مقابل أن أخذ مقابلهم الأسرة وأن ننهي هذا الملف لكنهم لم يأبهوا ولم يبالوا سواء كانوا بالذين يناصرونهم أو بالذين يريدون القضاء على هذا الإنقلاب وإعادة الشرعية والدستور نعم أيضا ما يلفت أنه الانتقائية يعني الميليشيا اللحوثية عندما تتقدم بأسماء أو بكشوفات فيما يتعلق بأسرى حرب تابعين للجماعة نلحظ هناك انتقائية اختيار لأسر معينة هذا لم يعد خافيا للأسف الشديد لكن ما أدري كيف الذي فيه هل هو الخوف أو غيره ولا يعطيه تليل عملي هذا الصفقة الأخيرة يعني الصليب الأحمر الدولي وإذا هو عايز معني أرجو أن يكون ساطقا في قوله ويذكر ويؤكد هذا الكلام الذي أقوله يعني الناس اتفقوا الطائرة الأولى من تحمل والطائرة الثانية من تحمل والطائرة الثالثة من تحمل ولأنه كان في الصفقة ناس محسوبين على ما يسموا عندهم جنادي أرادت الحوثيون أن يقولوا نبدأ بهم وما كان يهموا الباقي فأصر أصرت اللجنة ومعهم أيضا الصليب الصليب الدولي هذا فهم اللعبة قال لا يمكن إلا أن نمضي الكشف على ما تبادلنا في المساوة واتفقنا عليه جميعا وافقنا فهم ينتقون حتى عندما يحدث تفاوض فردي أو كانوا ما كانوا يشوه بعض الوسطاء المحليين ويقول لك لا هذا لا مشيه وهذا مشيه نشتيه فلان وفلان وفلان قوله ينتمي للسلالة انتقائية واضحة انتقائية واضحة للسلالة بالمفتوح يعني ولأسرة فلان ولأسرة فلان ولأسرة فلان وليذهب البقية إلى الهاوية حتى على مجرد تبادل الجثث إذا في جثة يعني من سلالة معينة أو منهم يأخذونها ويبذلون فيها كل شيء والبقية تأكلها السبع أو الطيور فانتقائيتهم وتعاملهم مع هذا الملف واضح يعني انتقاء سلالي طائفي بغيظ ما أحد كان يسمح بهذا في أوساط اليمنيين والذي جاءت 26 سبتمبر والنظام الدستور أن يجعل المواطن اليمني مواطن واحد لا فرق بين أحد منهم هل يدرك أهالي أسرة الحوثيين ذلك جيدا؟ والله أتمنى وأنا على يقين أنهم أدركوا لكن نسأل الله أن يعينهم وهم يعتبروا الآن في سجن كبير يعني نحن نتكلم عن معتقلين مختطفين أذي في سجون يمارسوا في حقهم التعذيب لكن المواطن اليمني الذي يرضح الذي ما زال الآن يرضخ تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين يعتبر في سجن كبير يعني في حرية في مأكلة في مكربة في حياتي كلها نعم إذن أسمحي عقيد أحمد نذهب مشاهدين الكرام إلى فاصل ومن ثم نكمل نقاشنا في هذه الحلقة من برامج حديث العاشر أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في برامج حديث العاشر نتحدث في هذه الحلقة عن جدوى المشاورات المتعلقة بالأسرة في عمان ما جدوى مثل هكذا مشاورات في ظل رفض الميليشيا الحوثية عدم الكاشفة عن مصير السياسي محمد قهطان قسرا أرحب من جديد بضيفنا في الاستوديو العقيد أحمد الأشوال عضو لجة الأسرة والمخططفين وحييك عقيد أحمد من جديد يعني التساؤل الذي يطرحه كثيرون هناك مطالبات للوفد الحكومي بعدم الرضوخ للابتزاز وعدم الانجرار وراء المراوغات الحوثية فيما يتعلق الأستاذ محمد قهطان فيما يتعلق بالمخفيين قسرا فيما يتعلق أيضا بالملف ككل ملف الأسرة والمخططفين وكما أشرت إليه بأنه ملف إنساني وتتعامل معه الميليشيا الحوثية كملف للمزايدة والابتزاز ووظفه سياسيا يعني تحدث ما الذي ينبغي فعله أو ما الذي ينبغي أن تكون ردة الفعل من قبل الوفد الحكومي أمام هذه المراوغات من قبل الميليشيا الحوثية ما ينبغي أن يفعله هو ظهر في تصريح الأخ ماجد فضائل والعميد يحيى كزمان ويحيى العميد يحيى كزمان ويضا التصريح الصحفي ذي أدلابه الشيخ هادي هي أنه إذا لم ينفذ إذا لم ينفذ الاتفاق السابق وهو زيارة الأستاذ محمد قحطان والإفراج عن أسوة بزملائه الثلاثة المشمولين بالقرار الذي شملهم الأربعة فيعلي ذلك أنهم قضوا على المشاورات والمفاوضات وأنه الفريق المعرقل والذي لا يريد إنهاء هذا الملف هو الميليشيات الحوثية الإجرامية الإرهابية الإيرانية نعم طيب عندنا نتحدث عن المكتب المبعوث الأممي اللجنة الدولية للصليب الأحمر هؤلاء الذين يعني يشرفون على هذه المشاورات قبل ذلك نتسأل عن طبيعة ما ينبغي أن يقوم أو يقوم به مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارهم وسطاء أو مسهرين أنا أتوقع وأتمنى أن يكون توقعي في محله على أنه مكتب المبعوث الأمم المتحدة والصليب ماشيين في هذا الاتجاه لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن أن يحدث أي نجاح أو تقدم في الملف إذا لم يتم الإفصاح والإفراج عن الأستاذ محمد قحطان وأظنهم ماشيين في هذا وكما ذكرت ما سابقا ماشيين هل يمارسون ضغوطا على الميليشيا الحوثيف هذا ما نأملها الآن هذا ما نأمل أن تكون دعوتهم لهذه المشاورات والإشراف عليها للضغط أقل شيء كما ذكرت لك في حديثه السابق إعادة الهيبة للمؤسسات الدولية ضغط الميليشيين لأنه إذا كسرت هيبة المؤسسات الدولية فماذا بغي يعني هذا معي في حقهم أصلا وعاموا لأن يتنبهوا لهذا الجانب وهم أهلا له لأنه إعادة الهيبة للمؤسسات الدولية وتنفيذ القرارات والاتفاقات هذا مهم جدا للأمن الدولي والأمن القومي ولتحقيق خطوات معينة في الملف اليمني نعم طيب عقد أحمد نتسأل ما الذي يعني من شأنه أن ينهي هذه المأساة ملف الأسراء والمخططفين يعني هل يمكن أن نتفائل بأن نرى يوم ماء صفقة تبادل الكل مقابل الكل أنا حقيقة الأمل لا بد أن يبقى وخاصة أنه كما ذكرت لكم الفريق الحكومي وفريق الشرعية واللجنة المكلفة بهذا الملف تماهت كثيرا ووضعت عدة تنازلات وما زالت حتى إلى الآن لإبداع حسن النوايا ولإظهار هذا الشيء عمليا وليس كما يقال كلاميا أننا نريد إنهاء هذا الملف وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المشاورات بداية للمفاوضات التي تنهي هذه المأساة حقيقة الكل متضرر ونسأل الله أن يلين قلوب هؤلاء الذي يمثلون المليشيات الإجرامية الإنقلابية الحوثية إلى وضع تنازلات وإلى إظهار حسن النوايا عمليا لإنهاء هذه المعاناة فالكل يعاني ما من شك يعني أن الكل يعاني هذه هنا والذي هناك هذه مع الشرعية وهذه مع الحوثية وهو الملف ينبغي أن يغلق وأن يتم الإنهائه نعم عقيد أحمد لو وجدت الميليشيا الحوثية من يفشل مخطط مراوغاتها المتكررة القائم يعني على مثلما استنساخ التجربة الإيرانية في المجاورات والمفاوضات وهم طبعا نسخة إيرانية يعني هل كانت الميليشيا يعني ستتمادأ ستراوغ لو وجدت أنه هناك جدية من قبل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط على الميليشيا الحوثية للإفراج أو قبل ذلك الكشف عن مصير المخفيين قصرا هذا ما أردت أن أؤكد عليه لو لاحظت في كلامي السابق وهو أنه على مؤسسات الدولية وفي مقدمة ذلك دول التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي تشكر على كل جهد تقوم بفي الملف اليمني ينبغي أن تأخذ هذا الملف بعين الاعتبار يعني لا يقل أهمية ملف المختطفين ومعتقلين والأسراء لا يقل أهمية عن ملف الاقتصادي لأنه هذا متعلق بالوضع الإنساني وذلك أيضا متعلق بالوضع الإنساني ومحاناة المواطن اليمني فكما هناك إسهامات لهم في الجانب الاقتصادي ينبغي أن يكون لهم إسهامات في هذا الملف وأكبر يعني إسهام ممارسة الضغط السياسي على هذه على الحوثيين في إنفاذ الالتزامات والاتفاقات التي تتم في هذا الملف نعم ما طبيعة مثلا هذه الضغوط سواء من المجتمع الدولي أو من الشقاف الإقليم والله هي تشمل الكل لو ضغطوا عليهم لا ضغط الاقتصادي لو أعادة لو أعادت تحالف والشرعية النظر في مطار صنعة وفي الحديدة لكان ووسيلا من وسائل الضغط سواء على الملف الاقتصاطي أو حتى على الملف على هذا الملف في الحر لابد منها أيضا هناك تسهيلات قدمت للحوثيين مثل السهيلات الاقتصاطية وتسهيلات سياسية ورفعت عنهم بعض الحرج وغيره لابد من أعادة النظر في كل ما قدم من تسهيلات للحوثيين من أجل إرغامهم على استكمال هذا الملف نعم طيب هل يمكن التعويل أن تكون الميليشيا هذه المرة في هذه المشاورات جادة يعني نأمل نأمل ستظل تظل عراقي نأمل نأمل ذلك لأنه حقيقة لا نريد أن نضع نظرة السوداوية حتى لا لا يتخذوها ويقولوا يا شفتوا ما قالوا لكن نقول نأمل أن يعودوا إلى رشدهم وأن ينظروا إلى معاناة المواطن اليمني في كل مكان وعلى ما قال ذلك ينزلون فوق الصعبي ينظروا للمعاناة ويتقوا والله سبحانه وتعالى وينفذوا ما تم الاتفاق والالتزام عليه الاشتراطات التي دائما ما يضع الحوثيون في أي مشاورات أو مفاوضات ما يتعلق بهذا الملف الملف الإنساني الملف الأسراء والمخطفين والمخفين قسرا هم اشتراطاتهم كما ذكرت أنت عجبت نين لفتح حقك عندما قلت أنه يعني لهم علاقة بالطبيعة الإيرانية كونهم الذراع في المنطقة يعني الحوثيين لابد لكل أنه يؤمن أن الحوثي هو الذراع إيران في المنطقة وليس في اليمن ولذلك إذا لم يمرس في حق الضغط لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات في كل الملفات فخطورته على المنطقة وليس لابد ما أن يتنبهوا هم يريدون يلعبوا بالوقت لأنهم يظنوا يظنوا على أن التلاعب بالوقت ووضع مشاورات لكيف نتشاور من أجل التفاوض وحوار كيف نتحاور من أجل التفاوض وأيضا الابتزاز السياسي والمجتمع كل هذه كلها بيعتبروها أنهم بيكسبوها لصالحهم لأنهم لا يفكرون في المواطن هم يفكرون في موقعهم ومركزهم وكيف يكسبون الأموال وكيف يحافظوا على الموقع الذي وصلوا إليه من خلال انقلابهم ولؤمهم فهم يريدون أن يحافظوا على هذا ولا يهمهم مأساة المواطن للمأساة الاقتصادية وللمأساة الاجتماعية ولا معاناته في كل شتى أو منح الحياة أسمحني عقيد أحمد نشرك معنا في النقاش الأستاذ حسن القبيسي عضو الوفد الحكومي السابق المفاوض بشأن الأسراء والمختطفين جديدة في عمان ما طبيعة هذه الجولة أو هذه المشاورات طبيعة المشاورات القائمة اليوم في عمان للأسف الشديد أن هناك تباين في وجهات النظر حتى بين فريق يعني الوفد الشرعي كنا قد اتفقنا على اتفاقيات محددة في يعني جينيف وكانت هذه الاتفاقيات أكيد ملزمة لكل الأطراف وظهر يعني بعد تنفيذ الصبقة هناك تنصل من قبل مليشيات الحوثي عن هذه الاتفاقيات وبدأوا يضعوا عراقيل يعني لهذه لتنفيذ هذه الاتفاقيات على رأسها أساسا يعني زيارة الأستاذ محمد قحطان يعني قلنا لا نقاش بهذا البوضوع يعني والأمور واضح وبكل المقاييس لم يعد أي مبرر لتأخير النقاش الأستاذ محمد قحطان لكن نتفاجأ أن الحوثي يعني يضع لنا عراقيل جديدة ويريد أن يربط زيارة قحطان ويربط مصير قحطان بمصير مجهولين فقدوا من داخل المعركة لا نعرف إلا لهم مصير ولا نعرف عنهم يعني شيء اتفاقات بربط مصير قحطان لأستاذ محمد قحطان بهؤلاء وعليه توقفنا أساسا وكان للمؤسسة موقف واضح وصريح فيما يتعلق بكل المشاورات أو الحوارات أو النقاشات حتى يتتوقف حتى زيارة الأستاذ محمد قحطان من قبل أهله الموجودين المتواجدين في صنعه ومن خلال هذا من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس طرحت فكرة تعالوا لنتناقش في حل هذه الإشكالية وكأنه يقول تعال لنتشاور كيف نتشاور أعتقد من وجهة نظري أن هذه الجولة إذا كانت بهذا المفهو وبهذه الطريقة فهي زائدة عن الحاجة ولسنا بحاجة إلى أن نتفاوض يعني كيف نتفاوض نحن يعني الأمور واضحة إذا كانت هناك مصداقية وجدية من لدى الماليشيات الحوثية فالموضوع بسيط جدا جدا أن تسمح يعني أسرة الأستاذ محمد قحطان بزيارته وبالتالي تعالوا بعدها نتناقش في يعني في التباصيل الأخرى لكن تعالوا لنقوم بيعني جولة ويعني بهذا المستوى وبهذا الإعلان وبهذا ونحن ولنناقش كيف نتناقش هذا أعتقد أنه موضوع زائد عن الحاجة وجلسات ومفاوضات زائدة عن الحاجة نعم المرتكزات التي يعتمد عليها وفد الحكومة الشرعية في هذه المشاورات خصوصا بعد تعنت الميليشيا الحوثية وإفشالها للمشاورات سابقة مع احترامي لوجهة نظر زملائي في الفريق يعني أعتقد أن المرتكزات التي قامت عليها هذه الجولة هي فقط الثقة الزائدة الثقة الزائدة والتفاؤل الزائد علما أننا ندرك تماما التفاوض مع هذه الميليشيات أنها تتمرد وتتنقلب على كل الاتفاقات الموقع أساسا فما بالنا باتفاقات لا زالت يقولوا يريد أن يدرسوها إذا لم نرفذ المتفق عليه فلماذا نفكر نوقع جديد لماذا أن نناقش جديد وبالتالي لا أعتقد أن هناك مرتكز واضح يستطيع أن يبنى عليه في هذه المفاوض عدى الثقة والتفاؤل الزائد عند زملائي في فريق التفاوض أنه يمكن أن تحدث انفراجة أو الوصول إلى نتيجة أو الوصول إلى حل علما أن التفاوض مع هذه الجماعة بهذا العقم يعني محدود التفاوض لأننا أساسا إذا فيه جدية ومصداقية لسنا بحاجة إلى هذا التفكير ولسنا بحاجة إلى هذا الجولة لأن نقيم جولة لنتحدث فيها كيف يمكن أن نتحدث أو نتشاور فيها كيف يمكن أن نتشاور نحن لدينا أمور واضحة وبسيطة يعني ومعقولة ومنطقية أولاها يعني زيارة الأستاذ محمد قحطان من قبل أهله وبالتالي تتم هذه الزيارة وبعدها نناقش كل التفاصيل ولذلك يعني أعتقد بهذه وهذه وجهة نظري يعني أن المرتكز الأساسي الذي قامت عليه هذه الجولة هو عبارة عن تفاؤل زائد وطموح غير واقعي شكرا جزيلا لأستاذ حسان القبيس عوض الوفد الحكومي السابق المفاوض بشأن الأسرة والمخططفين وأعود إلى ضيفين العقيد أحمد الأشوال وحييك من جديد يعني هل سيقبل هذه المرة الوفد الحكومي في هذه المشارات يعني قبل أن يكون السياسي محمد قحطان حرا طليقا وهذا ما يؤكد عليه القرارات أو القرار الأممي من خلال تصريحاتهم لا يمكن وهم ما أكدوا وسيستمرون على ذلك وهذا أملنا فيهم لأنه لا يمكن تجاوزه هذا الشيء يعني كما ذكرت لك أن نتنازل عن شيء نصت عليها الاتفاقات التولية والالتزامات التي وقعوا عليها ويأتي التنازل فهذا لا أتوقع أن يحدث على الإطلاق وهم بدأوا بهذا النفس وتصريحاتهم تدل على أنه لا يمكن التجاوز أو التنازل نعم يعني تحدث مصادر أن الحوثيين يرفضون الحديث أو النقاش أو التشاور فيما يتعلق بمصير الأسد محمد قحطان في الجولات السابقة أيضا في هذه المشاورات التي انطلقت الجمعة الماضية ولذلك كما ذكرت لك أكد عليها في تصريح له الأخ ماجد فضائل على أنه لا يمكن التجاوز أو التنازل عن هذا الاتفاق أو عن هذا ولا يمكن أن تستمر المشاورات وهم في تعنتهم هذا نعم طيب نتحدث أنه هل من ضمانات دولية أممية لإنجاح استكمال التفاوض بشأن ملف الأسرى والمخ تطفين وبعتبر هذا الملف كما ذكرنا ملف إنساني دائما من الشرحوثية تستغله لتحقيق مآرب لابتزاز كما أشرت سواء كان سياسيا أو مجتمعيا أو غير ذلك الأصل وجودها ضمانات وأظنهم مدامته برعاية معروف مكتب الأمم المتحدة ومعروف الصليب أنه ينتمي في الأخير إلى مؤسسة دولية ومعنى مؤسسة دولية أنها تضمن وأن هناك ضمانات بس نأمل أن تفعل هذه الضمانات وأن لا يحدث ما حدث في المفضلات السابقة نعم أيضا نتسأل ما الذي سيجعل هذه الميليشيا الحوثية التي لا تأبه لأسرها فضلا أن تأبه لمعاناة الآخرين ما الذي سيجعلها تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية والتزام أمرين الأمر الأول لعل الله يهديهم فيعودوا إلى رشدهم وإن كان رشدا بسيطا ونحن لا ننكر أن القلوب بيد أرحم الراحمين لا نستطيع أن يقول أنت سودا ومظلمة فنأمل أن يكون عندهم جزء من الرشد وأن يعودوا إلى ولو جزء بسيط من الرشد وخاصة في هذا الملف المسألة الثانية وهي مسألة أن يبقى الوفد المفاوض الحكومي للشرعية على موقفه ومبدأه هذا سيشكل أيضا ضغط لا يتمهه ولا يتنازل ويكفي ويبقوا على موقفه المثابت أنه لا يمكن أن تحقق المشاورات المفاوضة القادمة أي شيء حتى يفي الحوثي بالتزاماته وهذا الثاني الثالث المؤسسات الدولية كما عشرت لا بد أن تكون في هذه العوامل الثلاث إذا تمت بإذن الله سبحانه وتعالى يكون هناك نجاح لكن المؤسسات الدولية المختلفة تعلم أن الميليشة الحوثية يعني وإن انتزمت تلتزم جزئيا وليس كليا بما يتم الاتفاق عليه وهذا يعرف الجميع من خلال المشاورات والمفاوضات السابقة في جينيف في أماكن في عمان وغيرها ولذلك كنا لا بد أن يكونوا على قد المسئولية الدولية والمسئولية الملقعة على عاتقهم لأن كل المفاوضات السابقة أعطتهم دروس والذي لا يتعلم من الماضي لا يمكن أن نبني الحاضر ولا بد أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار وينضلوا من خلاله نعم ما الذي يمنع المجتمع الدولي بأن يضغط على الميليشة الحوثية للكشف عن مصير الأستاذ محمد قحطان والمخفين قسرا لماذا يعني هناك نص صريح واضح هذه جزئية من جزئية ملف الحرب والحرب هي ملفات متعددة ولذلك يعني على المجتمع الدولي والتحالف أن يكونوا في هذا الجانب حذرين وواعين يعني لأنه ربما كانت حسن النوايا في كل الملفات قاسطين من خلال ذلك أن يحققوا شيء في التفاوضات والجزامات مع الحوثي لكن أثبت الواقع غير ذلك فالحزم والحزم فالحزم والحزم الآن لا بد أن يكون هو سيد الموقف نعم رسالتك قبل أن اقتمح حلقة للوفد الحكومي المفاوض في عمان رسالتي أنه لا بد أن يكونوا أن يبقوا على موقفهم الذي ذهبوا للمفاوضتهم عليه نعم هذه أكبر رسالة وأنه جربنا أنه يتنازل للحوثي هو يعطيه طمع فيما بعده وليس لتنفيذ ما تم التنازل من أجله نعم فإلى هنا على ما قال ويكفي حتى ينفذوا ما تم الالتزام به والاتفاقات والتوقيعات عليها فإذا ما حدث فلا بأس أن يحدث عندنا كما هو شأننا لأننا كما ذكرت لك ننظر لليمني أي كان من المهرة إلى صعته ومن صعته إلى حضرموت شرق اليمن غرب اليمن جنوب اليمن وسط اليمن ننظر إليه بغض النظره في سلطة الحوثي أو في غيرها على أنه مواطن يمني يجب أن يسعى الجميع لتحريره وإسعاده وراحته هذه الشرقية تنظر بهذا المنظر فيحدث أيضا كما هي وتنازل لكني هذه رسالتي للوفد المفاوض وأمل أن يكونوا على ذلك إن شاء الله أشكرك جزيلا شك في نهاية الحلقة العقيدة أحمد أشوال عضو لجنة الأسرى والمخططفين والشكر من وصول لكم مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة من حديث العاشرة تناولنا فيها جدوى المشاورات في عمان في ظل إصرار الميليشيا الحوثية في عدم الكشف عن مصير السياسي الأستاذ محمد قحطان والمخفيين قاسرا شكرا لكم تقبلوا تحياتي في نهاية الحلقة وتحيات طاقة من العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته